بعد ما نشر الفنان خالد سرحان مقطع من اغنية اول دقيقة من بعدها حزفها وقدم اعتذار حسب ما وضح انه ما بيقبلش انه ساهم في ابراز شخص متهم بقضية اختصاب ولم تظهر برقته الى الان من بعدها تعرض الفنان لموجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من الشعب المغربي وكتب خالد منشور يبرر فيه اللي حصل المنشور اللي جاء فيه من بعد ما مسحت البوست بتاع اغنية سعد المجرد وانا بواجه هجوم مش طبيعي من مجموعة كبيرة جدا من الشباب المغربي الحقيقة انا مش لاقي اي تفسير لده انا ما هجمتش رمز وطني مغربي ولا حتى هجمت اي شخص انا خدت موقف انساني طبيعي غير متعلق ولا بشخص ولا ببلد ولا اي حد واي انسان مكاني لازم ياخد الموقف ده وإلا مش هيكون انسان سوي انا حتى لم اسبت اتهمات انا قلت ان الموضوع طالما فيه احتمال حتى لو واحد في المية يكون مدان بالتهم دي فعلا فانا عن نفسي لازم اتجنب الشخص ده لحد ما اتأكد انه بريء وبس انا زرت المغرب كتير والشعب المغربي من اقرب الشعوب لقلبي من كرم وطيبة وزق في التعامل عشان كده انا مش زعلان منهم واتمنى ما يفهمونيش غلط المغرب مش شخص ومصر مش شخص احنا بلاد كبيرة ما ينفعش نختزلها في فرد ممكن يخطئ او يصيب